أهالي محافظة البصرة يعاينون الأضرار الجسيمة التي طالت ممتلكاتهم بعد ليلة دامية شهدت تصعيدا مسلحا غير مسبوق بين الميليشيات التي اتخذت من البصرة ساحة لتصفية الحسابات على غرار ما حدث في المنطقة الخضراء في بغداد دون أي مراعاة لحياة السكان آثار إطلاق النار في كل زاوية وعدد من سكان المحافظة كانوا شهودا عيان على ما حصل حيث يروي قسم منهم تفاصيل تصفية الحسابات الميليشيوية وسط صمت حكومي مطبق رئيس النجنة الأمنية في محافظة البصرة يقول في تصريحاته أن البصرة لا يوجد فيها اي اشتباكات بينما الواقع في مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات حتى بالقذائف الهامن للأسف الشديد في مواقع حكومية قتال بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وإرهاب المواطنين وإرهاب الأهالي حيث حرقت بعض السيارات أو قتلوا بعض من الطرفين وهذا خسارة طبعا للشعب والبصرة لا حياة لمن تنادي هكذا يصف سكان البصرة مناشداتهم السلطات الحكومية بضرورة إغلاق كافة مقرات الميليشيات وجمع سلاحها الذي سبب مآس لا حصر لها بالنسبة للمدنيين الجماعة صارعتهم هنا صدام بيناتهم بيناتهم الأحزاب وضربوا حرقوا عدنا ذي الشي السيارة البيكة بالحمراء وهذه كسروا جامعه وضربوها بصراحة الموقف كل شيء هنا بس الله دفع الحمد لله والشكر الهم بدي أقول بالحديد بس حراماتها حد حلال مواطن يا عمي زينها المواطن التعبان عالية وجايبة بفلوس ومشتغل لما فلس فلس يجوان الجماعة ضربوا أحرقوا دار وجه ومشي هسنا وين نروح نطوجه هنا إن من نشتهي إن قل من هسا اعتدال تروح للدولة لقيا الله ما أدري تروح للممد والدولة لا تقدر تحكي شيئا فهي بلوها بصراحة بلوها طيحة المجتمع لا جديد في وضع العراق فهذا هو حال البلد مع من يحكموه إن اتفقوا سرقوا العراقيين وإن اختلفوا قتلوهم